أمنية بنتنا أمنية بقى دي كاتكوتس وغننة وهي أستاذة كذلك إن شاء الله إني مبسوطة منك أنك أنت بتتكلمي عن حقك في التعليم طبعا حق التعليم مكفول للجميع شرعا وقانونا شرعا وقانونا وإحنا في بداية الحلقة يا أمنية كنا بنتكلم عن مين عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها واللي هي كانت إزاي بلغت من العيم ما بلغت وعلمت كبار الصحابة وطبقات بقى الصحابة ده تلطبق أو التابعين ده تلطبق تانية وعلمها ملأ الأفاق رضي الله تعالى عنها وأنا حزينة من إنه الأب بيعمل كده وإنه يمنعك من حقك الشرعي والقانوني في تلقي التعليم ممكن يا أمنية وإنت يعني رغم صغر سنك عندك عاقلة إن إحنا نوسط الناس اللي بابا بيسمع له إن إحنا عايزين نكمل تعليمنا وممكن برضو نعاون في إن إحنا نفتح على اللي حيساعدنا من العائلة أو من الناس اللي بابا بيسمع لهم إن المؤسسات اللي بتتولى تعليم التعليم وبتعين في مجانة إنه ده يعني برضو حاجة تساعده في هذا الأمر دي يعني مهمة جدا طبعا المجلس القومي للمرأة والمؤسسات المعنية بالمرأة أعتقد إن فيها خطوط ساخنة ممكن إحنا نتواصل معاها بحيث يتعاملوا معاها أو يحاولوا يتكلموا معاها يقنعوا بهذا الأمر من غير ما يعني دي يعني فإحنا الأمر يتعامل بنوع من العقلانية سواء منكم أو من الناس اللي ممكن بابا يستمع إليهم وياخد برأيهم في الأمر ده نمشي خطوة خطوة وإحنا برضو إنت تتكلمي معاها وتقولي له أنا عايزة أكمل تعليمي وأنا نفسي أكون كذا وكذا لو أنا عملت حاجة غلط أنا مش هعملها مرة تانية اجتهدي معاها وطبيعا المفترض إنه ما يبقاش العقاب بإنه يخلي بناته تترك التعليم النبي عيسة والسلام كان بيوجه من كانت له بنت فقدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها شوف النبي عيسة والسلام يحض على تأديب البنات تأديب يعني أني أعلمهم مكارم الأخلاق أنا ما بقدب إنسان مش بمسك عصا يضربه التأديبه في اللغة بمعنى التوجيه والتعليم وعلمها إزاي تتكلم وإزاي تقعد في المجتمعات اللي بتكون فيها وإزاي إنها تخاطب الناس وإزاي إن أسلوبها يكون راقي وإزاي تكون مهذبة وإزاي تكون تراعي خصوصيات الناس وإزاي إنها تكون حريصة على طلب العلم هذا هو معنى التأديب دي بتكله ستر وحجاب من النار كما أخبر الحديث الشريف وده من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام المباشر في رعاية البنات والحفاظ عليهم وإن إحنا نديهم حقوقهم في التعليم وفي الرعاية النفسية والجسدية وكل شيء وإن هما ما يكونوا شيء مهمل إنما شيء إحنا مهتمين به ده القول المباشر من حضرة رسول الله عيسى والسلام بجانب فعل النبي عيسى والسلام فإنه يخص النساء بمجالس في العلم وده توجيه أيضا للمسلمين في كل زمان برعاية النساء وإعطاء النساء حقوقهم في التعليم وفي التوجيه وفي التربية وفي أنه توفير المكان والمكانة للمرأة في كل زمان أنا سعيدة بك يا أمنية ادعي ربنا أنه سبحانه وتعالى يسخر الوالد الكريم أنه يوافق تكملي تعليمك أنا فتحت لك بعض الأفكار عايزاك تستعيني بحد من العيلة من الوالد الكريم بيثق فيهم وسلميلي عليه وقليله يعني الدكتورة نادية بترجو منك إنك تخليني أكمل تعليمي مفيش أعظم من العلم ولا شوف الدنيا بكل ما فيها ليس هناك أعظم من العلم في الارتقاء بالشعوب في بناء الحضرات الحقيقية في النجاة من كل كارثة في ارتقاء الإنسان الذهني والفكري والنفسي والحياتي والاجتماعي التعليم هو الشيء أهم شيء في الوجود كالطعام والشراب غذاء العقول ربنا إن شاء الله يسخر ويهديه وترجعي تكملي أنت وأختك يا أمنية